موسيقى تجاهلت الولايات المتحدة الامريكية اعتراض التركيا بشأن عمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط قبالة السواحل قطاع انتهجت العلاقات التركية الامريكية شكلا تصاعديا في الاوين الاخيرة باتجاه التوتر في الكثير من الملفات والقضايا وبعدها السياسي فالازمة الاخيرة بين الطرفين هي الاكبر والاخطر بين الجانبين منذ عقود وربما على الاطلاق فلأول مرة تطال عقوبات امريكية بشكل مباشر وزيرين تركيين ويتفق على التصعيد مع انقراء الكونغرس والادارة الامريكية على صعيد واحد لا يختلف كثيرون على فرادة الازمة الاخيرة بين تركيا والولايات المتحدة واختلافها الجذري عن الازمات او فترات التصعيد السابقة مما دفع الى تفسيرات كثيرة تتعلق بالمسار المستقبلي للعلاقات وخيارات تركيا ازاءها بما في ذلك تحويل بوصلة سياستها الخارجية تماما نحو الشرق تحديدا روسيا ويبدو ان موضوع غاز المتوسط سيضاف الى سجل هذا التوتر حيث تجهلت الولايات المتحدة الامريكية اعتراضا تركيا بشأن اعمال الاستكشاف والتنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص وربما ينذر التجهل الامريكي لتهديدات اردوغان بخصوص قبرص بخلاف جديد بين انقراء وواشنطن واكد دبلوماسي امريكي رفيع دعم بلاده لانشطة استكشاف الغاز قبالة سواحل قبرص بالتزامن مع بدء شركتي اكسون موبيل وقطر للبترول عمليات التنقيب على الرغم من اعتراض تركيا وحذرت انقراء شركات الدولية من التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة الجزيرة المتوسطية لكن قبرص قررت المضي قدما في توقيع الاتفاقات النفطية متحدث وزارة الخارجية التركية حامي اقصوي حذر من ان تنقيب شركة اكسون موبيل الامريكية للطاقة عن الهيدروكربون النفط والغاز قبالة شواطئ جزيرة قبرص لن يساهم في استقرار المنطقة واوضح اقصوي في بيان ان تنقيب اكسون موبيل على الغاز لمصلحة الشطر القبرصي الرومي في القطع عشر التي يزعم ملكيتها يمكن ان يغير توازنات حساسة من حيث ايجاد حل لازمة الجزيرة واكد البيان ان تركيا ستطلق انشطة تنقيب في اطار الترخيص الذي منحته جمهورية شمال قبرص التركية لشركة النفط التركية علاوة على انشطتها في الجرف القاري التركي على حد وصفها ووصلت سفينة تنقيب تابعة لشركة اكسون موبيل الامريكية للطاقة الاثنين الماضي الى جنوب جزيرة قبرص لتنقيب عن الهيدروكربون لصالح الشطر اليوناني والجدير بالذكر ومطلع مارس اذار الماضي اعترضت سفن حربية تركية سفينة تنقيب ايطالية تابعة لشركة ايني للطاقة بعدما دخلت بتوكيل من قبرص اليونانية الى المنطقة الاقتصادية التركية الخاصة وللحديث اكثر مشاهدين حول هذا الموضوع سعدني ان ارحب بضيوفي مع امن القاهرة دكتورة هدى ملاح خبيرة اقتصادية ومن واشنطن السيد عبداللطيف منير كاتب وبحث في شؤون الشرق الاوسط سيد عبداللطيف مساء الخير مساء النور تحياتي لجميع المشاهدين اهلا بك سيد عبداللطيف واشنطن تتجاهل اعتراض انقرة وتدعم استكشاف النفط في قبرص برأيكم كيف سيضاف هذا او هذه النقطة الى سجل الخلافات والعلاقات المتوترة بين انقرة وواشنطن بالطبع اردوغان يحاول يحاول استغلال اي نقطة او اي حالة اقتصادية او سياسية في المنطقة على غرار ازمة الخاججي ويحب ان يضغط على السعودية والولايات المتحدة الامريكية لكي يكسب المكاسب والموافقات المسبقة من هذه الحادثة التي حصلت في السفارة السعودية في اسطنبول او انقرة على العموم مشكلة الخلاف التركي حاليا اليوم لا يستطيع ان يجابه او يتحدى الولايات المتحدة الامريكية لان الشركة المنقبة التي دخلت الى المياه الاقليمية في جنوب جزيرة قبرص هي الشركة امريكية موبيل اكسال او اكسال موبيل ولا يستطيع فعل او كما فعل مع الاخرة التنقيب الايطالية عندما اعتردتها البوارج البحرية العسكرية التركية وان الوضع مختلف تماما فقد ينشأ خلاف وهو يسعى لانشاء خلاف تركي امريكي وهو بغنى عنه هذه الايام وامريكا لن تدافع عن اردوغان لصالح او ضد شركة موبيل اكسال حاليا طيب اذهب الى القاهرة لارحب بضيفتي من هناك دكتورة هودا ملاح دكتورة هودا مساء الخير مساء الخير يعني كان في اطلاق تهديدات من اردوغان في الرابع من نوفمبر حول عدم سماح لأي شركة بقيام بالتنقيب في هذه دعينا نقول المنطقة الان الشركة الامريكية تتجه هل هو بصيغة التحدي ام هناك عدم اعتبار لهذه التهديدات من قبل اردوغان بالنسبة للدكتورة هودا أردوغان أن دعنا نقول أن تزيد من التوتر في مكان يعني كيف سيترجم ذلك مع الأيام هل سيكون هناك مواقف أم ستتجه الأمور إلى مناطق الاشتباك في هذه المناطق أستاذ عبداللطيف طبعا كما تعرف والجميع يعرف أن حقول النفض والغاز الطبيعي التي ظهرت في المنطقة هذه منذ عام 2011 تم التنقيب عنها من قبل اليونان وعطاء تراخيص لشركة إيطالية إيني وشركة توتال الفرنسية وتم استخراج أيضا بعض التنقيب في عام 2018 في 8 فبراير الماضي لكن لا تعرف مدى كميات النفض والغاز المتواجدة إلى اليوم لكن هناك رغبة أوروبية في مدى الطاقة من قبرص وعبر المنطقة المشتركة بين سوريا وقبرص ولبنان وإسرائيل وهناك كما تعرف أن هناك عقود تم إبرامها بين مصر وإسرائيل في 12 مليار يورو إذا هناك رغبة أوروبية في مدى خط أنابيب طاقة إضافي إلى خط أنابيب الطاقة الروسي لكن اليوم أردوغان في ظلة الاستغلال الذي يستعمله اليوم من خلال قضية الخاجقجي هو يضغط على الولايات المتحدة يضغط على سوريا في شرق الفرات يضغط على قبرص يضغط على اليونان يضغط على كاركوك العراق الذي يعتبرها جزء من الأراضي التركية وهي تانية من نفط كما تعرف إذن أردوغان اليوم هو يصاعد المشاكل السياسية والاقتصادية في المنطقة ولا أظن أن أمريكا وأوروبا سوف يعطونه جميع ما يريد بالشكل الذي يريد أستاذ عبدالطيف باتت جاهزة معي مجددا ضيفتي من القاهرة أستاذ دكتور هدى تسمعينني تفضلي أكمل الفكرة لو شئت ألو 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 نعم نعم تفضلي ألو حقيقة الصوت يتقضع والصوت متقطع جدا أستاذ عبدالطيف ما لي غيرك أستاذ عبدالطيف بالعودة إليك يعني الآن تركيا ليست عضوا في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار الذي يتيح تحديد المناطق البحرية إذن يعني ما هي المبادئ التي ترتكز عليها تركيا في سياساتها تطلق تهديدات بموضوع الغاز الموجود في الشرق الأوسط حتى لدرجة أنها ذهبت بأبعد من المياه الإقليمية حتى وصلت إلى مصر أستاذ عبدالطيف يعني أنت تعرف أن هناك اتفاقية في الأمم المتحدة وعلى المنطقة المتنازع عليها بين تركيا واليونان وانهرت هذه الانفاوضات في عام 2018 العام الماضي وتم إرسال اعتراض البوارج التركية الحربية إلى بواقع التنقيب الإيطالية لكن أردوغان يعتبر أن الجرف القاري هو لمسافة 200 ميل بحري وقبرص الشمالية تقع في حدود 50 ميل بحري وهي ضمن أراضيه الإقليمية وهو يعترض على اليونان في التنقيب وعدم حقها وعدم قبول أقود الاستثمار والتنقيب التي أبرمتها اليونان مع الشركات الأوروبية عن التنقيب هذا يعني أنه هو يصعد وربما يستعمل الجيش التركي ضد بواقع التنقيب أو قوارب التنقيب وهذا ما يفعل إلى أزمة عسكرية قد لا يحمد عقبها في المنطقة في ظل التأزم الحالي في منطقة الشرق الأوسط خصوصا سوريا والعراق وإسرائيل ومصر أيضا ولبنان طيب هذا السيناريو الذي شرحته حضرتك ممكن أنه يتطور مع الولايات المتحدة الأمريكية مع العلم بأنها يعني أردوغان كان قد أطلقت تهديدات الآن شركة أمريكية تدخل على الخط أستاذ عبداللطيف دخول الشركة الأمريكية قد يمنع أردوغان من التصعيد وقد تلوح له أمريكا في العقوبات وربما ترسل بوارجها البحرية وأسطولها المتواجد أصلا في بحر المتوسط لحماية بواقع التنقيب للشركات الأمريكية وهذا ليس مستبعد أبدا على ترامب أن يستخدم القوة العسكرية في حماية شركاته الأمريكية وخصوصا في ظل هذه المرحلة ترامب يسعى لتقوية التصاد الأمريكية من خلال الشركات الأمريكية المستثمرة في خارج الحدود الولايات المتحدة الأمريكية وهنا قد ينتج تصعيد عسكري أو ربما عقوبات على الأكثر بين الولايات المتحدة وتركيا طيب دكتورة هودا إن شاء الله التالتة تابتة مثل ما بيقوله ويكون الصوت ضابط دكتورة هودا تسمعيني أهد أي فاندي مع حضرتك أطرح عليك سؤالها للمرة بلك يمشي الحال يعني هنا إذا ما سألتك عن موضوع أهمية هذا الغاز ممكن إلى أي درجة تصل السيناريوهات من قبل الدول وعلى رأسها تركيا مع العلم بأنها ليست عضو في اتفاقية ومعهدة الأمم المتحدة لقانون البحار الصوت الثاني لو سمحت يا فاندي راح أعيد عليك السؤال تكرم عينك يعني هنا إلى أي مدى من الأهمية بمكان موضوع الغاز في بحر المتوسط لدرجة أن تدفع تركيا بقيام بأي عمل عسكري كما أشار سيد عبداللطيف وعلى العلم بأنها ليست عضو في معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار تمام تمام الوقت الوقت واشطن 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 الوقت بقام قبرص على أساس أنها أنها تاخد تسأل سروطها الطبيعية من في التفقى ألو 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 أتفضلي أتفضلي الصوت بي أقطع يا فاندي نعم نعتذر مشاهدينا ونعتذر منك على رداءة الصوت دكتورة هودا اسمحي لي أن أعود مجددا إلى سيد عبداللطيف سيد عبداللطيف يعني برأيكم في ظل هذه الاستراتيجيات التركية ما هي العوامل الدافعة دعنا نقول والرادعة للتعامل مع تركيا من منطلقها والله يا أستاذي الكريم اليوم تركيا موقفها جيد حسب خضية الخاجغجي واليوم تم افتتاح الجزء البحري من السيل الروسي التركي إلى أوروبا وهذا يعطي أردوغان وخصوصا عندما صرح أبوتي أن ستكون تركيا مركز الطاقة في المنطقة إذن هناك دعم روسي لتركيا في تسهيم مصادر الطاقة وربما هذا مما يقوي موقف أردوغان ويستثمره أيضا ضد الغير أو ضد أوروبا هو ممطع جدا من أوروبا وأوروبا هناك حساسية فائقة في هذه الأيام وفي هذه الفترة ربما يضغط عليها من خلال عدم استهلاك أو استثمار أوروبي للنفض والغاز الذي تم تنقيب عنه في قبرص أو المنطقة بشكل عام وإسرائيل لكن موقف أردوغان اليوم قوي لكن أنا لا أعتقد أنه سوف يستمر بهذه القوة ويتحدى أوروبا وأمريكا في هذه اللحظة ربما سيواجه قد تتحمله أمريكا إلى فترة ما لكي تمضي بعض الأمور السياسية لتمرير بعض الأمور السياسية لكن ليس على المدى الطويل وسوف يكون في ورطة مع المدى التحدثية سيد عبداللطيف المراقبون يؤكدون في هذه النقطة بأن موقف تركيا ضعيف للغاية مع العلم بأنه لا يوجد اعتراف من أي من الدول في العالم بموضوع قبرص التركية كما يطلق عليها الأتراك هو من ستينات القرن الماضي هو قد احتل شمال قبرص وتم اعتراف القسم الشمالي ولم يعترف القسم الجنوبي وهناك كانت اتفائيات بين الأمم المتحدة وبريطانيا وليونان وتركيا لكن انهرت هذه وبعد الانقلاب على مكوريوس المطران كان رئيس القبرص الموحدة وتم تقسيم قبرص إلى شقين وهو ما زال ويعتبر القبرص من المياه الإقليمية التابعة الجزيرة ككل إلى الجرف التركي أو الحدود الإقليمية التركية وهنا يعني خط بعض الأحيان تفطر قضية قبرص بين القبرصين التركي واليوناني وبعض الأحيان تنشط تنشط هذه الأيام لأن هناك كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي في المنطقة ولا نعرف مدى حدود تفاعل أزمة اقتصادية في هذه المنطقة بين الدول المتشاركة والمتشاطئة على هذه الحقول الضخمة بين لبنان وسوريا وقبرص وإسرائيل ومصر نعم كنت أسألك في هذه النقطة بالتحديد يعني الحسابات تختلف السياسية بين هذه الدول المنخرطة قد يجاز هنا استخدام مصطلح الصراع على الغاز في البحر المتوسط باختلاف دوافعها وأولوياتها دعنا نقول هنا هل سيكون هناك نقطة اشتراك بين كل هذه الدول أم ستتسعل هو فيما بينها لتدخل المنطقة دعنا نقول إلى صراح عسكري مسلح حول ثروة النفطية في هذا الحوض استاذي الكريم لا يوجد نقاط مشتركة بين الدول المتشاطئة في هذه المنطقة وكلهم تضاد يعني العلاقات الإسرائيلية العربية أو السورية لبنانية متأزمة جدا ولا يمكن في المدى القريب أن يكون هناك تفاهمات أو أي شيء من هذا القبيل وهناك صراع بين تركيا وسوريا حاليا إذن المنطقة كلها متأزمة ولا أظن أنه هو يعني في القريب العاجل سيتم أي اتفاقات اقتصادية بين دول متصارعة جميع الدول في المنطقة متصارعة ما عدا مصر وإسرائيل إلى حد ما متفقين على موضوع الغاز تقريبا وتم إبرام عقد في سنة 2017 أو العام الماضي على نقل الغاز من إسرائيل إلى مصر بتكلفة 12 مليار يورو الموضوع شائق جدا وربما هناك تنشأ حرب اقتصادية على المدى الطويل لا يحمد عقباها يعني الأيام القادمة أو الفترة القادمة سوف تنبئنا حماس يصبح في هذه المنطقة بشكل عام ضيفي من واشنطن الأساذ عبداللطيف لا يستطيع أحد أن يتنبأ أخي الكريم طيب خليني تشكرك ضيفي من واشنطن الأساذ عبداللطيف منير كاتب وباحث في شؤون شرق الأوسط شكرا لك وشكر موصول أيضا لضيفتي من القاهرة دكتورة هدى ملاح خبيرة اقتصادية مشاهدين معدنة تجدد على رأس ساعة اشتركوا في القناة